اشتركوا في القناة اصلا على شونه يوقعا يبدون ان ما يعرفا يقرن فرحناتك يوقعا وخلاص المهم بعد ما وقعا قالهن خلاص هذا عقد بيع وشراء بعتن لكل شيء اطلعا برا ما عندي لكان شيء انصدم المسكنات وتمن يتباكن وكذا منصدم لكن الصغيرة فيهن ارفعت يديها وقالت يا رب كما حرمنا حقنا فأرنا فيه آية عاجلة ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله الحجاب بعدها بأيام قلائل وصيب الرجل بتعب شديد مشاهل المستشفى قولا عندك سرطان في مرحلة متأخرة ووضعك شبه ميئوس منها سبحان الله من كم يوم ما فيه شيء صحت لكنها دعوته المظلوم جوه بعض الناس اللي عندهم علم بالقصة وعظوه قولا يا فلان هذه دعوة مظلوم لازم ترد الخواتك حقا قال لهم خذوا كل شيء خذوا الفلوس ردوا لهم اللي يبوه المهم ترد عليها صحتي لما رد الخواتك حقا دعت نفس الاخت الصغيرة وقالت يا ربك ما رد إلينا حقوقنا فرد إليه عافيته فشفاه الله لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم فهذه رسالة لأي حد وكالحق خواته أو زوج تخوف الميراث اتق الله الظلم ظلمات يوم القيامة انتهانا تظلم في الاثنين اللي رسولنا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ظلهم فقال إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة يعني أضعوا الحرج والإثم على كل حد يأكل حق النساء أو اليتامة لأنهم ضعفاء فما بالك لما تأكل حق مرأة والمرأة هذه يتيمة في نفس الوقت تجمعت عليك الأمرين حق النساء في الميراث هو حق كفله لهن الله عز وجل في القرآن وكلنا عارفين الكلام هذا لكن عادة تلقى اللي يأكل في ميراث النساء دائما يتحججوا بحجج واهية وكلام فاضي عشان بس يبرل أنفسهم فتلقى يقول لك ما نعطوش ميراثنا الحد براني نعطو البنات حيشاركونا أزواجهم في أراضينا وهذين أصلا معروفات أراضي أي تفلان ما نبوش حد براني براني يعني مش من القبيلة أو مش من العيلة فالمشكلة اللي يقول هكي ناسي إن المال هذا أصلا الميراث والأراضي والبيوت وكذا هذا كله مال الله أصلا لا مالك ولا مال بوك ولا مال قبيلتك قال تعالى وآتهم من مال الله الذي آتاكم فالمال هو مال والله والدك اللي مات حرص المال هذا فترة وعد أنت تجي فترة وحتعدي والمال والأراضي والإمارات كلها ملكن لله عز وجل ربي هو اللي عطاها حصتهم في الميراث أعطى لنا حصتهم مش أنت اللي تعطين حصتهم وتتمنن عليهم بعدين تقول لي براني وجواني تعال أنا ما حتى زوجتك أنت برانية من عيلة أخرى معقولة هي زوجتك عندها حق التمتع برزق والدك وبنت ما عندهاش حق ما لكم كيف تحكمون وكذلك تلقى اللي يبرر النفس يعني أكله لحصة خواته في الميراث يبرر النفس بأنه هو أصلا أنا لنصرف عليهم يعني مثلا لو كان عزبات أو أرامل أو مطلقات فيقول لك أنا لنصرف عليهم فيأخذ حقهم بسيف الحياة ويعطيهم من فتاة المال لو يعاملهم فوق معاملة المتفضل عليهم نظام ساد نصرف عليك من فلوسي بالك تب منتشار كاني حتى في الميراث وفي نوع آخر كذلك من الظلم الأخ اللي يجي الخواته ويجبرهن بشكل ودي إنهن يتنازلا عن حقهم يعني يستغل حيائهن إنهن ما يبنش بشاكل مع خوتهم فيخليهن يتنازلا عن حقوقهم وإنه ما يبن يتنازلا أصلا لكن يحب أن خوتهم ما يبن مشاكل هذا حرام ولا يجوز تضحكش على روحك إنهي تنازلت بإرادته لا هي متحشمة منك مستحية وإنت عارف ولو جيت من البداية وعطيتها حقها لفرحت به وأخذته يا جماعة الميراث هو الحاجة اللي ربي فصلها في القرآن بالربع والسدس والثمن ربي ما فصل لا في الصلاة ولا في الزكاة ولا الحج كلها تفصيلها في السنة لكن الميراث ربي فصل فيه وسبحان الله ربي يعلم إن الناس حيتحججوا بكلام فاضي فقبل تقسيم الميراث قال سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون شوف الآية مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وبعد تقسيم الميراث ربي قال لك فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فأنت لما تقول لي بس أرضينا بس مش عارف شنو أنت تبيد روحك فاهم أكثر من العليم الحكيم سبحانه ما هو أصلا أنت ما تعرفش الوضع عندنا كيف أنا ما نعرفش لكن ربي اللي قال لك فرض التقسيم هذا فرض ما يعلمش وضع كم ما يعلمش بشكل كم يعلم سبحانه ومع ذلك قال لك التقسيم بالطريقة فريضة من الله فكن ممن يقول سمعنا وأضعنا وإياك أن تكونوا ممن قالوا سمعنا وعصينا في النهاية لو في حد يسمع فيه واكل حق خواته أو زوجه تخو راه صلاتك العمرة الحج الخير اللي تدير فيه في الناس مهما كنت كويس هذا كل عمل صايح طيب أنا نشجعك عليه لكنه لا يعفيك يوم القيامة من حق أخواتك ولو ما عطيته حق في الدنيا فانت حتوفيه يوم القيامة من حسناتك يوم لا ينفع دينار ولا ديرهم إنما حسنات وسيئات فبالله عليك أعلنها في هالشهر الكريم توبى لله عز وجل من ظلمك لإخواتك لزوجات أخوتك لأي حد أنت واكل حقه في الميراث لأي حد ظلمت يوما ما وعند حق عليك أعطيهم حقوقهم اليوم تحلل منهم اليوم وأبشر بالبركة في الدنيا بركة في رزقك مالك صحتك ذريتك وأبشر في الآخرة بثواب وأجر عظيم في النهاية لو استفدت من الحلقة تتفعل معها تعلق عليها تشاركها مع غيرك ليعمل خير والنفع والسلام عليكم